اشتركوا في القناة والكوادر الوطنية في الصفوف الامامية وبهذه المناسبة هنأ احمدان سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة على نجاح الحفل الختامي للجائزة في دورتها العاشرة مشيدا بدور سموه في دعم وتعزيز قيم العمل التطوعي وتأكيد سموه الدائم على دعمه وتطويره على كافة المستويات وذلك اقتداءا بالنهج الاصيل لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه كما نوه الوزير بلفتة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة بتوجيه التكريم هذا العام للكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الامامية في ظل الظروف الاستثنائية التي اشتاحت العالم والبحرين حيث لم تتردد هذه الكوادر في تقديم التضحية والعمل بكفاءة عالية ومسئولية وطنية مشهودة ومعاني سامية للمواطنة الصالحة والمخلصة مشيدا في الوقت ذاته بإدارة جمعية الكلمة الطيبة للجائزة التي تميزت بالكفاءة والاقتدار منذ انطلاقها وأكد حميدان أنه لم من دواع الشرف والاعتزاز أن تكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ضمن المكرمين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي من جانب أشهد سيد دبوها الزعب جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم منظمات العمل الاهلي ومساندتها للقيام بدورها الوطني في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة ترجمة نانسي قنقر